الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله الفيلسوف لي بعت لي رسالة وقال لي بلي المرقاز حلال لأنه يصنع من مادة الكولاجين وهذا المادة هو يقول فالرسالة تعو مستخلصة من المصارن ما هي المصارن الحقيقية وإنما مادة مستخلصة حاول تفهم أيها الفيلسوف لي حبيت بركتة فلسف وحبيت الضياء على الوقت بله هذا هذك المادة المستخلصة من المصارن واش حكمها حكمها حكم لمصارن لمصارن جيبنا بلي المصارن حلال تولي المادة المستخلصة منها حلال سهلة هاي سهلة يا خلال واحد والو ما قراش قاع هاني عمري ما قيت كين سمعت الكلام عبلي صح جيبنا بلي المصارن حلال تولي المادة المستخلصة من المصارن حلال وإذا ثبت تبلي المصارن المستوردة حرام المادة المستخلصة من الحرام حرام وإذا ما أعلى بناش ما رانا عرفين حلال ما رانا عرفين حرام واش هو اللي الأصل في المصارن في بلاد المسلمين اللي تذبح في بلاد المسلمين حلال واللي جي من بلاد الكفار حرام فهمت كيف الحم الأصل في بلاد الكفار أنه حرم هذا إذا قلنا من حيوان مشيخ نزير فهمتني أما وش لهو الحل في هذه المشكلة حاجة سهلة يبعت زوج عدول زوج أئمة صالحين أتقية يروحوا مع هذا المستويدين للشركات لراهي تبيعنا المصارن ويشوفوا بعينيهم المشاهدة يشوفوا بعينيهم أنا ما فهمتكمش هلالة رمضان هلالة رمضان الدولة الجزائرية تكلف لجنة الأهلة ولجنة الأهلة يكلفوا مدارة الشؤون الدينية ومدارة الشؤون الدينية يكلفوا العناصر وانتحهم في كل الولايات باش يشوفوا الهلال باش يصوموا وش خصكم تكلفوا زوج برك يروحوا يشوفوا بعينيهم بلي لمصارن هلال هذا مكان ويجوا يبلغوا في التلفزة الوطنية أيها الناس رأنا رحنا شفنا هاي الأدلة صورنا هاي صور درنا فيلم هاو الفيلم هدرنا مع مدير المذبح هاو هام المسلمين اللي يتدبحوا خلاص تبهان حلال وعليها أي غايدتكم تقنعونا بالإحلال غايدتكم وعمركم تقنعونا بالإحلال يأكيد تقنعونا بالإحلال مليح لكم تجاريين واقتصاديا الشعبي وليشري وهو مطمئن أنه حلال هذا دليل بلي فيها لأنه كان حلال أما يجوي يبلغونا بالإحلال بالدليل لكن مدم قال لك راقبوها الباياطيرة ورقبناها صحيا يأبرككم من هذه راقبوها الباياطيرة الخنزيرة برقبوها الباياطيرة سائل يقول طلقت مرأتي ثلاثا ما لهذه الفلاسفة عرض مجهود تتفلسفو عليا روحوا تتفلسفو على المستوردين تعلم صار وجيبوا من عندهم الأدلة بالإحلال وإحنا نقول نفتيوا بالإحلال ما نخدعوش الأمة يا عجب فهموني الله يفهمكم فهموني ليفهمي يفهم لي ما فهمش اليوم عنا لي ما ليش فهم الجزائر كانت عندها ربعة شركات تعالخميرة تعالخبز ربعة شركات تعالخميرة تعالخبز ربعة قاقوا ولت كيناري الخميرة وحدة ليجيبوها من فرنسا جاوبوني على هذه صدفة ولا فجأة ولا قدت ونطت ولا عليكم ضغوط ولا واشنو وراهي الخميرة تعالخبز أنا بكري كانت تبعثني يم تعالجن نروح لعميم زياني نشرب عنده عشرين ضرور خميرة تعالخبز مخدومة في الجزائر وراهي الخميرة الجزائرية الحلال ربعة شركات يخلقوا وتولي ما كان إلا الخميرة الفرنسية المشبوهة حسبونا الله ونعم الوكيل ما دابين وزير الاقتصاد والصناع يعود يفتح الشركات على الحلال الخميرة الجزائرية يا سبحان الله جاء فرنسا بش يدير شركة المايونس في الزائر هده وش خصنا ومبعد انتم ما تيقوا في المايونس على فرنسا وينك عفذ الكافر عنده كلش حلال وشو يدير فيها ومبعد يقول كوكسر الكونسير سرط لبطيت انسى ما مشي ولده ارجال ما مشي ظنيه يدي قال خلاط الحرام يا رب يحفظها لبلاد يا رب يا رب يحفظها يا رب سائلي اقول طلقت مرأتي ثلاثا قبل الدخول واريد ارجاعها فهل يجوز ذلك شرعان ما لم تقع بينك وبينها خلوة ما لم تقع بينك وبينها خلوة فانت اجنابي عنها كي طلقتها ثلاثا قبل الدخول اجنابي يجوز لك ان تخطبها مع الخطاب خلاص ولت انسان براني ما تعرف ما تعرف انتهت ولكن يجوز لك تخطبها مع الخطاب تخطبها مش الدين يحب بها يعطيها لك يعطيها لك يقول لا لا ما نشق لك تكون نسيبي فهمت لا ما فهمت ولكن لو دخلت بها او وقعت بينك خلوة لا يجوز أن تعود إليك حتى تتزوج وتطلق من جديد فهمتها اسمع إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تأتت دونها إذن هذه المرأة لا عدة عليها وأنت طلقتها قبل الدخول يعد طلاقا بائنا بيننا صغرى ويجوز أن تخطبها مع الخطاب والحمد لله لقد جعل الله لك مخرجها هاي عندك مخرج عاود اخطبها وإلى حبة تولي لك والله يهديك ولي تطلق على كله في الطاب لا تعد منه في القهوة في الطاكسي في الزنقام وين حسبون الله ونعم الوكيد سائل يقول منحني والدي مسكنا في حياته فهل يقسم على الوارتة لا يقسم على الوارتة هذا هيبا بابك في حياته في كامل قوة العقلية ما هوش مريض مرض الموت عيط لك عنده سبب من الأسباب أعطالك ده مبروك عليك حلال عليك ما يشاركوش خوتك في تقسيمها بعد موته لأنها لا تدخل في الميرات وزيد سمع وأنت تشاركهم في الباقي إذا بابك خلى أشياء أخرى أنت تشاركهم في الميرات عندك حق في الميرات هذه الهيبة في حال حياته وواحد ما يشاركوش انتعك مبروك عليك فهمتها؟ هذه الأختع المدنية لقتليين ما أعطتني فيلا في حال حياتها إذا رأك تسمع الحصة حلال عليك ما شي حرام حلال عليك وإن بكت يوم القيامة حسبك توقف بين يدي الله فهمتها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته